السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه الطفل بيطلع اناني? سؤال اللي عاد تفكر فيه لحد من الحمد الله. عصرت على اجابة اعتقد ان هادى الاجابة الصحيحة. قال له وهي ان الطفل اناني عشان انا اناني. عشان الاب والامة اني. بكل بساطة ان لما الطفل بيجي مسك المبايل بقول لأ ما تمسكوش ده مبايل بابا ده مبايل ماما. دي حاجات حاجة تانية الشخصية ما تقربش منها. فهو اوتوماتيك بيجي في دماغه. اه دي دي حاجة بابا بتاعته انا فما حد اقرب منها وده حاجة حاجة انا فما حد ايقارب منا. محادس يدرير ياخدها مني. ما ح init Develop. حاجة ما دي حاجة فلان يبقى فلان ده. بتاعت ه leave. فاول ما خذت كده ا Schl bad zak. Arsenal up www.ICHNB ولمبايل مبايل مبايل خلاص خود تلاءب بيه شوية ؟ الابوين this is a feel called, which is a santa… فخلاص بقر smoke to ackee mas Nb apa. nude like to make the difference. F acho que because this is a little bl App. بتاعته ويقول لي تعالى لعب بيها. فانت قدوة لابنك وبنتك بدون متاشر. وقدوة للناس اللي شغالين معاك. يعني انت اللي انت بتعمله تمام? غير اللي انت بتقوله. انت ممكن تتكلم كلام كتير جدا عن مشاركة وا 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 وا. بس لو انت فعلا ما بيش بتشارك خلاص كل الكلام ده ملوش لازمة. تمام? فلازم تبدأ بنفسك ولازم تشارك الحاجة بحيس ان الناس تبدأ تشارك الحاجة معاك او تشارك الحاجة مع بعض. تمام? اه يعني الطفل مسلا ما تقولوش اه لم لعبك. غلط. ده ده اسلوب غلط لما تقول له لم لعبك. لأ. تعالى ولم اللعب معاه وحطاه في الصدوق. انت مجرد تبدأ تلم اول اول حاجة او المكعبية هتلاقي بدأ يلم معك المكعبات. تمام? اه وما تشكرهش على لم المكعبات. ما تحسوش ان دي حاجة لأ. دي حاجة عادية. دي حاجة لازم انت نعملها. لازم نلم المكعبات مع بعض. اه رح تجايب حاجة. الطبقة دي ماللي كان فيه. انا وانت. طب تعالى نخسله. ونخسرنا للبقف. هو تعلم المشاركة. تمام? ونخسله مع بعض. ما روح نخسر لأ. نعمل الحاجة مع بعض. لو انت عايز يتعلم الرسم مسلا او التلوين حسب سنه. يعني ما تقولوش تعالها. انتهت كراسة وبدأ افتحها وبدأ لون. مغير ما تتكلم معين. مغير ما تتوجهه. هو اوتوماتيك هتلاقي بدأ يلون. تمام? وانت اقول لأنا بلون كزا. يعني انا بعمل كزا. ما تعودش توجيه. تمام? لان لو هتوجيه بيش هبقى مستمتع. خليه هو. بص بص انا بلون لون اصفر هو لون بص دي لون اصفر لون اصفر. ما توجهوش. ما تقولوش اعمل كزا. هو اوتوماتيك هيبدأ يتعلم هو هشوف انت بتعمل ايه. اللي انت بتعمله. احق اكتر بكتير من انت تقولو ايعمل ومتعملش وتصح والغلط. والكلام دوت. لا خليه مثال عملي. لو انت بتقولو منظم وانت مش منظم. مش اعمله. لو هو شافك وانت بتصحى منهم بتعمل حاجة معينة. هو هيبدأ يعملها. لما بتنام بتعمل حاجة معينة هو هيبدأ يعملها. تمام? كان في واحد من العلماء اغطر بنفسه. ومشي مشي فيها غرور شوية. فبس لها اولاد ومشي نفس المشي. مشي كده ليه? احنا مشيين زي ما انت ماشي. تمام? فقال لك لازم انا تواضع عشان اولادي يبدأ تواضعه ويبه كويسي. تمام? فالملخص الكلام دوت. انت قدوة الاولادك قدوة عملية بش قدوة اه كلامية. تمام? انا اعرف واحد كان معنا في الشغل وكان نادرة ما بيصلي معينة. بس كان بيقول لنا في البيت ما بيصوتش فرضا لان اعايز ابني يطلع كويس. فقدر الامكان لو كسلت في اي مكان ما بكسلش قدام ابني بحيث ان انا عايز ابني يطلع الصالح ويتعيلي. تمام? فخليك قدوة عملية اكتر من كلامين.